موسيقى موسيقى أهلا بكم خلال أقل من 24 ساعة خرج حقيقة رئيس محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر بتصريح صحفي قبل ساعات قال فيه تفاصيل مهمة على ضوء الأموال المهدورة في أمانات الضرائب أبرز ما قاله أن الأموال صرفت بتواريخ سابقة بالعام الماضي وجميع أسماء المتهمين في هذا الملف جميعهم داخل العراق الإجراءات ما بها أي تأخير حسب قوله وتمشي بشكل صحيح وهذا يدل على نشاط قضاء عاري المستوى ويمكن القضية رح تتطور بحكم نتائج التحقيقات اللي رح تعلن للرأي العام أهلا بكم مصطفى سند النائب اللي خلى الحكومة تدخل بإنذار بسبب كشفه لمليارات تفرهدن بيوم وليلة بدون وجع قلب حتى ما طول عليكم الفارحة منصة تويتر رح ترقت على سفر نور وبعد تغريدة النائب مصطفى سند اتحركت الجهات الأمنية وخلوه بسجن المطار وهاي الفطوة لاقت تعاطف كبير من الرأي العام اللي باوع عن الفلوس تتفرهد بشكل علني ابدأت السياق وعلى ذمة النائب رحيم الشمري وبتغريدة إلي يقول هيثم الجبوري حاليا معروض أمام المحكمة وبس الله ليستر شون الأسماء اللي رح يتمكشفها واللي متورطة بلاوي سودة ما لها نهاية طبعا القائد العام بارك الإجراءات المتفذة بحق المتورطين وباقي الشخصيات السياسية هم باركت العملية وشجعت على هكذا خطوات بس كلها يديها على غلبها بسبب التطورات اللي رح تصير بالساعات الجاية ابنو صايل هوسة والكارثة يمر محمد الشاع السوداني بضغوط وحرج كبير بسبب ترشيح الأحزاب للشخصيات وزارية ضعيفة حسب ما يتم الحديث عننا وأكيد كلما تتأجل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة كلما تتأزم الأمور والقضية والمطالب الحزبية تزيد ولا عبالك البلد بأزمته ضاربته من سنة ومجاية الحل أهلا بكم سادتي الأفاضل أتشرف الحوار مع ضيفي الكريمين الأستاذ سعد المطالبي بعد غياب طويل حياكم الله ساد سعد الباحث في شين السياسي حياكم الله وأيضا الأستاذ هيثم أوغلو نأب رئيس الجبهة التركمانية من أربيل مساء الخير أستاذ هيثم نورتنا في هذا الحوار أستاذ سعد خليني نبلش مع جنابك من القضية التي هزت حقيقة رأي العام أصداءها برأيك إلى أي مدى ستساهم نتاج التحقيقات في كشف الأسرار تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم العزاء أنا لديه للأسف لديه رؤية سوداء حول القضية يعني هي لو لا الرأي العام لو لا الضجة التي حذت في التواصل الاجتماعي لما تحركت الحكومة الحادثة هي الحكومة سرقت نفسها فالحكومة مكات مهتمة بكشف هذه الأسرار فبالنتيجة أنا أنظر للقضية بتشاوم كبير لأن أنا أعتقد في نهاية الأمر ستأتي الشركات وتقول نحن خولنا هؤلاء بسحب الأموال وهذه كتب التخويل ولا توجد السرقة هي الأموال مالتنا استرجعناها وهؤلاء يعني هم ملائكة وأنت ظلمتوهم أعتقدتوهم أنا أعتقد القضية ستدار بهذا الشكل ويعني ويطلعون أبرياء ويطلعون أبرياء تحتيها ببرود أستاذ سعد تحتيها بألم مو ببرود لا جديات لا جديات شون هذا السنتاج والتشاؤم الليبي سقطت سيناريو لأن هو هذا الوضع في العراق فهذه حكومة السيد الكاظمي الأخ الكاظمي أي هذه هي يعني تحركاتها كانت نتيجة الضغط الذي جاء للوزاعة المالية والحيئة وللرقابة المالية كانت تدخل من مكتب رئيس مو سيد رئيس الوزراء ولا من مكتب رئيس الوزراء فكانت عمل حكومي فلهذا أنا أعتقد أنه بعدين هي الأموال مالشركات الشركات اللي تستورد بضاعة تضع تأمينات وبعد فترة من الزمن تأتي سوي تصفي لحساباتها سوي تصفي أنا اشتريت هذا التليفون كذا دفعت قد باقي علي قمرق هل قد أدفع اللي علي وإذا أنا أطلب الحكومة ينطوني فلوسي فالفلوسية هي أمانات أساسا هي أمانات فإذا يجيب إذا يجيبون حسب ما أسمعت وإفتامت أنه أكو كتب تخويل نعم من الشركات فإذا أكو كتب تخويل من الشركات إذن أين السرقة هاي المصيبة هاي المصيبة يعني اللعبة اللعبة كبيرة سرقة كبيرة بشكل قانوني بتاع الغطاء قانوني سرقة هي هي سرقة لكن بغطاء قانوني ولي أنا أكو غطاء قانوني يطلعون براء هذا الاستنتاج اللي حضرتك بونية على إيش على أساس وجود كتب تخويل من الشركات وستعرض وستعرض وتقدم للمحكمة جديدة هاي استاذ سعاد هاي ستقدم للمحكمة هاي شين هاي أدلك دليل رقم واحد ويطلع نوره ربعة طبعا هي احنا نبغنا استاذ سعاد احنا نبغنا احنا نبغنا احنا نبغنا هاي فلوس الدولة وفلوس الشعب هذي من خلال أموال الشركات من خلال أموال الشركات لأن هي ماكو شركة تجيب تستورد الشيء وتعطي القيمة الحقيقية هي دائما القيمة مغايرة فهذي يكون ما تبقى من الصفقة هذي حق الدولة المفروض ما يسترجعوها إلا إذا يثبتون أنه هو هي العشرة بالمية جاب ما يطابق عشرة بالمية والأسواق والمبيعات مالتا والأدلة كلها تشير إلى أنه كان الرقم صحيح وهذا مستحيل قبل لا أرجع طبعا مع تصحيح الاسم الأستاذ محمد سمعان نورتنا أستاذ محمد من استوديوهاتنا في أربيل حياة كلها مرة أخرى قبل لا أرجع لك أستاذ محمد وأرحب بيك وأبدأ معاك أستاذ سعد خليني بهذه التفصيلة جدا مهمة لماذا هذا التوقيت؟ شنو سر هذا التوقيت في حكومة تصغيف الأعمال نحن مو جديدين علينا طبعا نهدر الأموال ماكو حسابات ختامية سماها استاذ يوسف الكلاب تعياتنا لفرهود فرهود رسمي يعني أجدي يعني 4K مو عمار 4K وبالتالي يسا سعد ليش هذا التوقيت؟ هل لتشوي أو توريط الكاظمي قبل أن يغادر؟ هل هي رسالة أن حاشيته هذه هو بوش طبيعة خلاص هم وضعهم هكذا يعني لا فرق بين هذه الحكومة والتي سبقتها؟ الحقيقة هي الأموال سرقت حسب بيان سيد قاضي قاضي ضياء جعفر أن السرق كانت بالـ 21 نعم العام نعم العام واللي كشف عنها هو وزير النفط من كان وزير المالي يابتا هو الكشف عنها قبل أسبوع أو ثلاثة المستقيل ما كشف عنها كشف عنه المستقيل ما كشف شي لا المستقيل ما كشف كل شي المستقيل متورط؟ بالتأكيد أوف؟ بالتأكيد مشارك في الجريمة بقى هي أنت جريمة جريمة شاركة وبيها ناس واحد ضربه طلب الطلقة واحد موقف حارس واحد طهم أخبارية ذلك كلهم شركاء بالجريمة مو بس اللي ضرب طلقة يحاسب أو اللي كسر القفل يحاسب لا الكل يحاسبون وزير المالية الى دخل بالموضوع يعلم بالموضوع وكان مفروض يدخل للقضاء وامر بيلقاء القفض على أقل تقدير قالت أو محاسبة المسؤولين بالضريبة بالمسؤول الإداعات مسؤول البنك المركزي مسؤول الأموال يعني أكوه وموكة وكان بإمكان الكاظمي أن يرفض الاستقالة لا هذه بالله يرفضها ما ممكن للرجل كان مصرع على الاستقالة بس اللي كشفها وزير النفط ووزير النفط كشفها حتى احتمال حسب ما يقال حتى لا توجه الأسهم إليه فرمى الكرة باتجاه آخر وفي فعل نجح ألا ما حدي يجي بس من وزير النفط ألا حديث كله على السرقة ووزارة المالية وحكومة السهل الكاظمي انتقلت البوصلة من هذا نعم 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 تحكيه مقشر وملبلب أستاذ سعاد هذا حقيقة أنا أشكرك جدا أستاذ محمد حياك الله نورتنا ما هي أصداء هذه الحادثة في الشارع التركماني أستاذ محمد فضل نعم تحية لكم إلى الصديق الطيب أحمد الطيب وأستاذ سعاد وأستاذ المشاهدين الكرام طبعا لا يخفى على أحد منذ 2003 إلى يومنا هذا يعني أكثر ما يقارب بعشرين سنة وعبر كل السلطات وكل الحكومات المتعاقبة في العراق مع الأسف الفساد مستشري في كافة وزارات الدولة وكافة هيئات الدولة وتحت غطاء قانوني كما أشار السيد الأستاذ سعاد مع الأسف هناك نظام معين يعمل في العراق في كافة الوزارات هناك لجان اقتصادية من قبل بعض الأحزاب الحاكمة مسيطرة على هذه الوزارات أنا أعتقد لو كان في العراق اليوم السلطتين السلطة القضائية والسلطة العسكرية حيادية لكان العراق في وضع آخر يعني المفروض اليوم السلطة العسكرية المتمثل بوزارتين الدفاع والداخلية لو كانت مسيطرة وحيادية وكل الأجهزة الأمنية المتواجدة اليوم في كل المحافظات العراقية سواء الاتحادية وحتى في الإقليم تحت أمرت القادة العام للقوات المسلحة وتحت أمرت وزارة الدفاع لكان الوضع بشكل آخر والقضاء بنفس الشكل طبعا أنا لا أدعي بأن هناك قضاء حيادي حتى في الدول المتقدمة أغلب الدول المتقدمة أيضا هناك تدخلات وضغوطات سياسية في مجالس القضاء لكن تكون في مصلحة الدولة العليا يعني هناك دعاوي وقضايا ممكن التستر والتخفي وإخفاءها لأنها تضر بمصلحة الدولة العليا لكن نحن في العراق مع الأسف حتى في السلطة القضائية يعني الكل يعلم وكل الشعب العراقي ليس فقط في الشارع التركماني كل الشعب العراقي بفئاتي ومكوناتي شاهدوا منذ 2003 إلى ويومنا هذا العديد من الوزراء هربوا إلى خارج العراق والمدراء عامين ومسؤولين كبار وصفقات فساد هائلة مع الأسف الوضع العراقي اليوم لو شاهدنا لا البلد في أمان ولا الشعب في نعيم ورغم كل هذا منذ أكثر من سنة انتهت الدورة الانتخابية الأخيرة يعني بعض الانتخابات الأخيرة لكن منذ أكثر من سنة إلى الآن لم تتشكل الحكومة هناك ضغوطات سياسية كبيرة على سيد دولة رئيس الوزراء وسؤالك اللي وجهت الأستاذ سعد بخصوص التوقيت نعم أنا أيضا أقول بكل صراحة التوقيت مهم جدا لماذا التوقيت في هذه اللحظات الحرجة لا سيمة الرئيس الوزراء الحالي هو لغرض إدارة الأعمال لتصريف الأعمال والرئيس الوزراء المكلف السيد محمد الشيعة السوداني غارق في مسألة حسم تشكيل الحكومة وإرضاء الأحزاب السياسية والمكونات بكل مسمياتها مع ذلك كان لدينا نحن في أجابة تركمانية العراقية والأحزاب السياسية المنضوية تحت قائمة أجابة تركمانية العراق الموحد زيارات عديدة للقادة الكتل السياسية والسيد محمد الشيعة السوداني شخصيا تبحثنا بضرورة الاستعجال في تشكيل الحكومة وأن تكون حكومة شاملة تمثل كافة أطياف الشعب العراقي لا تستبعد أي طرف الحساب طرف آخر أجيك أجيك في الساحة السياسية يعني بعد شوية أستاذ محمد خليني بهذه التفصيلة أرجع للأستاذ سعد مصطفى سنة يعني ما أعرف أنت تقول أنه ذولة عندهم ظهر وكذا ويحشون بزود حتى مصطفى سنة تقول هذا يحشي بزودة نور وغيرة لكن مصطفى سند هذا النائب حقيقة كان ضيفي قبل أيام وهادي سلامي وباسم خيشان هم على يد الموقفين الحكومة على تكرجل شن السر بهذا الموضوع أستاذ سعد مستقلين فعلا ذولة ولم عندهم ظهر يعني بصراحة قشر لي ياها أي لا تكيان قشر لا لا شباب نفتخر بيهم وأنا شخصيا يعني حقيقة أشعر بفخر أن مجلس النواب لأول مرة يحظى بهكذا ممثلي للشعب وبهذه القوة وبهذه الرصانة الفكرية وبهذه العقليات المتنورة والكفوة والقادرة على مجابهة أخطر وأكبر ملفات الفساد فلا يعني هم الله حاميهم إن شاء الله الله حاميهم ونعتقد الشعب بظاهرهم أما ككتل سياسية لا هم مزعجين للكتل السياسية جدا مزعجين يعني كثير من الكتل السياسية منزعجة من نشاطاتهم وتتمنى أنه يسكتون لأن بالنهاية رح يكشفون أسرار يعني الكتب المغلقة والأبواب الموصدة إذا يستمروا بهذا الموضوع رح يفتحون مع الميناء وإذا يفتحون الميناء يعني بعد عندنا مصيبة أكبر والقمارك رح يفتحوها والقمارك أيضا نفس بالمناسبة القمارك بها 3 مليارات أيضا مثل 3 تريليونات مثل بالضبط مثل الضرائب القمارك مثل الضرائب كجهود نيابية رح نشوف أكو عدل ملفات رح نشوف مثلا أكو تعاطن يابي معها رح نشوف أكو فعلا جدية في التعامل مع هكذا أسرار وملفات وبالمناسبة دور الداخلية كان استثنائي ودور النزاهة كان استثنائي حقيقة والقضاء أنا ما يتكلم ما يتكلم ضد الداخلية ضد القضاء أو ضد أين الدعاء العام شوف هاي القضية كان مفروض بالبداية للدعاء العام الدعاء العام شنوى خلنشرح للمواطن الدعاء العام هو جزء من القضاء يحمي مصالح الشعب يحميني آني وحضرتك وبقية هو يروح هو المدعي العام يقيم دعوة على الفاسدين والمجرمين ويقدم لائحة باسم الشعب يقول للمحكمة هذي اللائحة باسم الشعب ويمثل الشعب لمعاقبة هؤلاء المتهمين إثبات هؤلاء المتهمين يكون مجرمين أم لا هذا شغل الدعاء العام ليش غايب ليش يطلع نائب البرلماء يسوي شغل للدعاء العام مو شغله مو شغل النائب شغل النائب تشريع قوانين ومراقبة أداء الحكومة هذا يعني مو اختصاص الأخ سند والسلام شنو سر هذا الادعاء العام يعني عدم تحركه توصيله أنطيني تعريف هو مجمد الآن صار لسنوات مجمد شنو السر السر إذا يكشف يعني إذا يتحرك بجد وبفعالية أول ملفات مزاعد العملة وغيرها برغبة قوة سياسية بالتأكيد يعني القيادات الكتل السياسية حسب الظاهر يعني لكن بالنهاية هو لازم يتحرك فيه فهذه الحركة اللي كلها صارت بسبب ضغط جماهيري فقط ولا لو ماكو ضغط جماهيري أنا متأكد الكاظمي قال هاي كشفت يعني حكومتي كشفتها كشفت هذه السرقة في بيان الأخير نعم جيد جيد الله بارك الله بي بارك الله بي والإجراءات متخلة من وعن عشر صحيح في بيان القضاء صحيح بارك الله بي بس هو مو من حق يقول هذا مو سرقة مو من الحكومة يعني ما مسؤولة عنها الحكومة يقول مسؤولة عنها دائرة في وزارة المالية ليش دائرة في وزارة المالية تابع المن الموزنبيق مثلا إلى دولة أخرى هي وزارة المالية جزء من الحكومة العراقية يقول كل الملفات اللي يتحدثون عنها شباب تشرين وغيرها وكتل السياسية هال الملفات المعقدة وبعضها ملفات بسيطة ليش ما كشفها صار لثانتين يشتغل كان بإمكانه يكشف على الأقل واحد معهم هذي هو مو كشفها بعدين هذي مو صحيح هو حكومة الوزير المالية في وقت ما تحدث بيها بعدين مجلس النواب أخذ القضية يعني صارت تحريات بيها لكنه ما يعني ما وصلها لنتيجة نهائية القاء القبض الآن صار بضغط حقوق بضغط جماهيري مو بضغط القضاء حتى القاء القبض أربع تيام صار القاء قبض وصادر عليهم ليش بيجيبهم القاء القبض مو البارحة قبل خمس تيام صدر صدر قبل أيام قبل خمس تيام ليش ما اعتقلهم ليش انتظروه يركب بالطيارة يلا يعتقلوه وليش يخلوه يتصعد بالطيارة وبعد يسوينا فضيحة ويخطوط جوية العالمية ويعياتها والمنظومة الدولية الطيران شون طب للمطار شون طب للمطار شلون وصل دخل للطيارة شون هالجراء أستاذ سعد نحن نسافر مرات يا إيش لا انقلبنا أنا واحد من العالم عركت ويضابط المطار تقيقة وقفك لا مو وقفني تأخير طويل ساعة كاملة قلت لاخي شون ساعة إجراءات شون ساعة لنتظر الناس شياب وتعبانين جاي من سفر طويل ساعة نواق في العمود للجوازات وكل ساعة زعلان الضابط يسوي يختم للجوازين ويقوم يطلع يعوف في الغرفة زين هذا يطلع يسعد طيارة يسعد طيارة يسعد غير تعتقلوا بالله وعلي منع وعلي يلقى قبض ليش ما لقيته علي القبض كان بيتا قاعد بالمصور وغير إجراءات يا أستاذ أربعة أيام أربعة أيام يلقون قبض علي ويعرفون عنوانه لا أكو شي غريب بالقضية هو ما لقبض علي إلا أن سند قال راح ينزم إلا من حجة سند من حجة سند يلا بصفحته يلا تحركوا علي قال راح ينزم ستة ونص راح ينزم الميناء بلوتة شبيرة أكبر من هذا إن شاء الله أوف نعم الميناء دسمة شغلته جدا جدا بيروس كبار أوف مخضرمة مهمة مهمة أستاذ محمد خيرين أرجع إليك ندخل بالمساحة السياسية للسيد السوداني زعلانين دائما التركمانيين في كل المواسب الحكومية حقيقة نشوفكم تتحدثون خارج السياق وكأن يعني عبالكم القضية وتشكيل الحكومة زين يعني يتغير منهجها الحقائب الوزارية تتغير هذا هو على أي أساس أنتم منزعجون أستاذ محمد من توزيع الحقائب الوزارية خصوصا أنتم تعرفوها في كل موسم حكومي في كل موسم تشكيل حكومة تفضل نعم يعني نتحدث بصراحة أستاذ أحمد والله خضراحتك عزيزي يعني الموضوع مرتبط بالموضوع اللي تحدثت به جنابك ويه أستاذ سعد في بداية البرنامج يعني الأمر نقطتين والنقطة الثانية مرتبط بالأولى أولا حتى نتحدث بالنقطة الأولى أنا لست لكوني شاب لكن دائما ما أدعم الشباب للوصول إلى قبة البرلمان ولا سيما النائب مصطفى سند يعني رجل كفو وشاب وشجاع وهذا هو الاختلاف بالنسبة للفئة الشبابية وهو الآن يتصدر أهم قضايا الفساد في البلد لكن أنا أقول وأنوه المشاهد الكريم لنقطة لماذا تم تولية سيدة تركمانية بمهام وزارة المالية في هذه الفترة الحرجة الجواب في الفقرة الثانية اليوم التركمان إلى هذه اللحظة وأتحدى كل المشاهدين لا يوجد شخصية تركمانية عراقية واحدة تلطخت يده بدماء العراقين ولا يوجد شخصية تركمانية واحدة خانة البلد ولا يوجد شخصية تركمانية واحدة متورطة بقضايا فساد التركمان معروفون بنزاهتهم لذلك يتم استبعادهم دائما في كل الحكومات التي سبقت الوحدة إلى الأخرى في كل تشكيل الحكومة التركمان يعانون وهم مكون أساسي ثالث ونفسهم السكاني أكثر من ثلاثة ونصف مليون في العراق يتم استبعادهم من تشكيلة الكابينة الوزارية لأن التركمان كما قلت بعيدين كل البعد عن أي قضايا فساد ولا يمكن الدخول بأي عملية فيها فساد لذلك يتم استبعادهم من تشكيلة وخصوصا بالوزارات الخدمية والسيادية والتركمان دائما مع وحدة العراق أرضا وشعبا والتركمان دائما ما وقفوا ضد كل المشارع الانفصالية وضد كل التنظيمات الإرهابية وقاتلوا في كل شبل من أرض العراق أنت جاء تحدث عن صفات ولك الحق أن تفتخر بصفاتكم موسى سعد بالتأكيد وبالتالي ده نحكي السياسة آن وياك ليش ما توضح لي وتكون أكثر جرأة أنه التركمان ما عدهم بس اسمح لي ما عدهم هذا المسار السياسي ما عدهم ربما طريق بالتفاهم واضح 24 ساعة زعلانين من خلال المؤتمرات ليش ما تقول التركمانيون متشضون متفرقون في البيت السياسي وأنا أعي ما أقول أستاذ محمد عزيزي في قضية الانشقاقات والبيانات والمؤتمرات وأنت فاهم لما أقول واضح بدون ما أوضح وجوزها ساعة تفهمني بالتالي البيت السياسي السياسي التركماني لم يرمم نفسه لحد هذه اللحظة ولم تأتون إلى بغداد موحدين تفضل السودان مع من يتفق طيب حتى أتحدث بكل صراحة قبل يومين تم عقد اجتماع موسع في مقر الجبة تركمانية العراقية في بغداد وبحضور كافة رؤساء الأعزاب المنظوية تحت قائمة جبة تركمانية العراق الموحد وبحضور السيد رئيس القائمة سيد حسن توران وبحضور الكتلة التركمانية النيابية من السيد أرشد الصالحي باعتبار رئيس الكتلة النيابية ومن السيد لقمان طبعا كلهم متوحدوا واصدروا بيان مشترك وطالبوا السيد محمد الشيعة السوداني بضرورة تمثيل المكون التركماني في الكابينة الوزارية القادمة لكن إذا تريد حضرتك نتحدث بأكثر صراحة اليوم هناك تسريبات تتحدث عن وجود ورقة اتفاق بين الإطار التنسيقي وبين الأحزاب الكردية قبل أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية لكي يتم تكليف السيد محمد الشيعة السوداني لمنصب رئيس الوزارة وتشكيل كابينتي هذه الورقة هناك تسريبات تتحدث بضرورة استبعاد المكون التركماني من التمثيل الوزاري كون التركمان وقفوا أمام المشاريع الانفصالية ووقفوا مع وعدة العراق وأفشلوا الاستفتاء الإقليم في كاركوك ويدافعون على إبقاء الملف الأمني اتحاديا في محافظة كاركوك هناك أمور كثيرة أستاذ أحمد حتى نتحدث بصراحة يجب أن نكون صريحين وليعلم الشارع العراقي والشعب العراقي بماذا يتم استبعاد المكون التركماني برغبة كردية وافقة عليها الإطار كلام خطير هذا ما أتوقع ما أستاذ سعر ما سدقيق ما أكو رغبة كردية بإقصاكم أنا رح أجاوب أنا رح أجاوب ما تم إجابته من السيد محمد الشياع السوداني للوفد التركماني قالها بكل صراحة أنا أعتز بالشعب التركماني وأريد أن يكون للتركمان منصب وزارة في الكابينة إلا أنه أكو اتفاقات معينة تمنع ذلك وهناك ضغوطات سياسية كبيرة لذلك على الوفد التركماني التحرك أكثر هذا على اللسان محمد الشياع السوداني نعم كيف أن تعلق أستاذ سعر بداية سوداء أنا أعتقد أنهم كانوا مع إنقاذ وطن مو صحيح هم كانوا مع التحالف الثلاثي سبقتنا رأيتهم بالمحور الثاني فهو من راحه للتحالف الثلاثي في وقت كان لا لا أستاذ سعر عفوان نعم نعم نحن لم نكن لا مع التحالف الثلاثي ولا مع الإطار ولا مع غيره بس دخلتوا للبنمار سوطتوا استاذ محمد استاذ محمد يعني لا تعتبر كلامي وتوضيحي نعم ومداخلتي هجوم بلعكس الأخ أرشد نحترم الأخ عسن توران لا 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 أكيد أكيد لا فقط للتصحيح فقط للتصحيح دخلنا بقائمة مستقلة لا لا بس اسمح لكن أرشد الصالح صوت نعم أرشد الأخ العزيز صديقه أرشد صوت مع الحلبوسي وصوت مع التحالف الثلاثي يعني هو الموقف هي مو قضية أنا مع التحالف من يتفلش ونقوله كان بعد ما لعلاقة ليش يعني مو بالكلام أنا بالموقف يوم بالورقة اي بلما صوتت اي فبالنهاية هم فقدوا أصدقائهم في الإطار أنا شخصيا أنا شخصيا رحت السادة أرشد يقول له تعال أودني كم فلان تعال وياني وفلان استقبلي وكان مستعدني لاستقبال عصلا هو فتح بوابه ما قبل يجي ما قبل أنا شخصي بحث فالرجل ولا زال الباب مفتوح أكيد طبعا الباب لازم مفتوح اي طبعا من فلان مفتوح الباب أي يوم بس خابروا وروحوا يبشر يعني صح الموقف صح بمجالي صح ولا بيأكون مشكلة أخرى إذا يرشحون شيعي السن رح التركمان السن رح يترضون إذا يرشحون وزير سني الشيعة رح يترضون هي معدل مشكلة داخلية أيضا طبع ويروحون يمي الإطار ويحشون أنا أعتقد ماكو شيء ما ينحل بالسياسة ماكو شيء ما ينحل تمام أما بنرجع لسؤالك إنها يعني أكو مشاكل بالتأكيد أكو مشاكل أكو حرج ولا أكو ضغوط بالتأكيد أكو ضغوط أكو ضغوط باتجاه أسماء ضعيفة يعني شوف هكذا سمعت وصرح بي مثلا مثلا الأخوة الكورد ماكو يرشحون قاية مفتوحة قلنا نريد هذا وريد هذا وريد هذا هل أسماء لنريدها أسماء محددة لكل وزارة لكل وزارة عمي رعيف هذا لا هم هذا يقول لك نحن مسؤوليتنا يقول لك هذا مسؤوليتنا الأخوة السنة كذلك ليصرون على وزارة نعم نعم وزارة هذا نريده هذا نريده الأكثر حرجا وضغطا أستاذ سعد هم هذي يسببون له حرج أنا من أكثر كتلة ما ما أعرف حقيقة المفروض هو الرشح يقول ما أعرف يعني سيد السوداني هو المفروض يعني ما في قلبه ما أعرف نعم يجتمعونه نعم وإن شاء الله الأمور أنا حسب الآخر المعلومات أن الأمور محلولة بالساحة الشيعية بس العلوم اللي عندي سوداني حقيقة أن رغم الضغوط ورغم الإحراجات ذهب للسيد العبادي لكي يتفاهم نعم أكو تفاهم مع الإطار يا بترد ربعا قد يحرجوني يعني شيوم مالذي لا طبيعي طبيعي هكو يعني كل القوى السياسية موجودة في الساحة السياسية وفي مجلس النواب ومطلوب منها التصويت وهم أعضاء في الإطار فبالنتيجة الجميع يجب يعني يكون لهم موقف ويكون لهم توضيح اللي يشترك واللي ما يشترك بس بعدين أكونا أكو جهات سياسية تكون داخل حكومة بس هي خارج الإطار شنو مثل مثلا عزب المثال أي يعني مول سيد لا السيد ما العلاء السيد لا ما العلاء بس التيار الشخصيات الشخصيات خلونا بقونا فقلوا لهم نبقيكم بس اعلنوا أنت مع الإطار اعلنوا أنت جزء من الحكومة مو تكونون بالحكومة رادوها باللسانهم يعني يا أبو بقونا أي من يعني أي أي فهذا هم ما يصير أنت تفيد تبقى بالحكومة أعلن أنت مع الإطار لا تقول لي ورادوا وزارات طبعا لا شير يدون فأنت تفيد كون بالحكومة تعال أهلا وسائل خبروهم كون أهلا وسائلا وزاراتكم التي تفيدوها لعدكم اخذوها خلوها يمكم لكن بالشرط أن تعلنون أنكم انضممتم إلى الإطار هذا شرط الإطار نعم شرط الإطار لا سوداني عفوا لا الإطار الكتلة الأكبر يعني هي الكتلة الأكبر عادة الكتلة الأكبر وهي لتحدد الوزارات هي لتحدد اللقاط وهي لتحدد اللعبة يعني هذا هو المفترض الآن موقف الإطار موقف ضعيف حقيقة لم يشكلوا القوة الحقيقية بالساحة يعني أخو غياب عنهم أستاذ سعد أكو أسماء قدمت إلى السوداني مرشحة من التيار واستقبلها السيد السوداني لا ماكو ماكو لكن أكو رغبة من الشخصيات في التيارة من الشخصيات نعم للاستمرار بس ملتقوا معاه لم تقدمي سيبيات لم تقدم الأسماء لا 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 بس كان حديث أنه يعني ممكن نسوي هذا الشي قلل لهم صيروا بالإطار ممكن تحسون أكو مرونة بهذا الطلب بتنفيذ ماستبل لا لا السيد ما يقبل السيد ما يقبل لا إذا السيد يعرف هذا الشيء لا يقبل تعتقد يعرف لا استبعد من وراء يعني من وراء نعم من وراء استبعد يعرف هو يعني ما جي حقيقة ما أعرف يعني الخفايا الحنانة ما أعرف بها أنا لكن يردون هاي شخصيات تريد أكو كم شخصيات نعم 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 أستاذ محمد خلينا أرجع لك بالمساحة التركومانية أنت ذكرت لي المؤتمر الأخير اللي طلعنا عليه وشوفناه للسيد حسن وكان موجود الأستاذ أيضا الأستاذ أرشد وشخصيات أيضا تركومانية بس حشي لي بالمؤتمرات التي سبقت هذا المؤتمر متشضين حشي لي بالمؤتمرات والكلمات والوجود السياسي كان السيد فلان على صفحة والسيد فلان على صفحة أخرى يعني وبالتالي من صارت الحكومة كنت في صورة واحدة في مؤتمر واحد فسر لي يا رجان أستاذ أحمداني أجيب حضرتك بسؤال آخر من لم يتشتت في العراق ومن لم يمقسم الكورد الشيعة السنة من لم يتشتت في العراق يعني يوجد ممكن أن يكون هناك خلافات أو آراء سياسية مختلفة داخل الحزب الواحد أو داخل حزبين داخل المكون الواحد هذا شيء وارد لكن تعقيبا على كلام السيد سعد يعني نقطة مهمة جدا لو أخذنا منطلق السيد سعد بأنه احنا كنا قريبين من السيد الحلبوسي وقد فقدنا بعض أصدقائنا في الإطار التنسيقي السيد مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والكثير من الآخرين كانوا أيضا قريبين وفي الاتفاق الثلاثي واليوم هم أخذوا حقهم وضمنوا حقوقهم في داخل الكابينة الوزارية منصبين للحزب الديمقراطي الكردي ووزارتين للاتحاد الوطني الكردي ونائب رئيس البرلمان للحزب الديمقراطي ورئيس الجمهوري للاتحاد الوطني ومن هذا السياق هذا المنطلق غير صحيح اليوم السيد الحلبوسي تقدم عزم والسيادة والحزب الديموقراطي كلهم كانوا في التحالف الثلاثة واليوم كلهم مع الإطار التنسيق لغرض تشكيل الحكومة لماذا فقط يجب معاقبة المكون التركماني أنا أسأل سؤال مكون ثالث أساسي في العراق لو نفوسه كان أكثر من ثلاث ملايين هل يعقل هل يعقل يقول لك فلان 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 رادي يشوف أستاذ أرشد والأستاذ أرشد رفض وبالتالي هنا سؤال أستاذ محمد عزيزي نبقى في مساحة التشغل أنت تقول إحنا معاقبين يتم معاقبة ليش هذا التعريف القاسي أستاذ محمد ليش هذا التعريف هسعدكم مزارف المالية أستاذ أحمد أولا أستاذ أسمحني أولا لدينا قائمة اسمها قائمة جبت روان عراق الموحد لا صدق والله عم المالية لكم مبارك عليكم يا حبيبي يا أزيز يا أستاذ محمد فضل أستاذ آني أستاذ أحمد أستاذ أحمد إحنا عدنا قائمة جبت تركمان العراق الموحد منضوية في أكثر من تسعة أحزاب في نواب اليوم أنت تحدث لي عن القائمة ليش ما سيد محمد شياع السوداني وقادة الكتل السياسية ما يجلسون يا رئيس قائمة جبت تركمان العراق الموحد ليش ما يطلبون من عنده أسماء للوزارات ليش أنا أطرح هذا السؤال المكون الأساسي الثالث أكثر من ثلاث مليون عنده نفوس سكاني بالعراق يعني هما شنو مو عراقيين أجابا مودة يعيشون بالعراق مودة يشربون من دجل وفورات أنا مدى أفتهم ليش دائما تهميش هذا المكون طيب إذا أنت إذا أنت تحذف الهوية الوطنية سيد أحمد تحذف الهوية الوطنية عن المكون التركماني لا 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 شكري إذا يشيل يا هوية غير هوية الدولة العراقية يشيل غير هوية مثلا فضل أستاذ هذا السؤال أنا أطرح على قادة الكتل السياسية على عقلاء القوم تمام تمام إرادة وطنية بالعراق بضرورة تنثيل كل مكونات الشعر العراقي سيد محمد بهذا أقول الترك معاقبين بالعراق معاقبين سيد السوداني ما مخول بكل قضية فساد تسمع بس شوية هدي علينا فضل رحتوا للإطار زرتوا الإطار تحدثتوا معهم السيد السوداني ما مخول السيد السوداني ينتظر من الكتل السياسية تقدم للأسماء أنتوا تروحون للإطار تحدثوا مع الإطار وهذه أسماني عمي وقولوا يا بحنا هاي الوزارة احنا مو بقت السيد المالكي كان محمد جعفر وزير الشباب والرياضة لدورتين البياتي والبياتي كل هاي الشخصيات بالعاكس نفتخر بيهم وهذا وزير الدولة ومشؤون المحافظات ايه كن نفتخر بالضبط توران مفتي نفتخر بالمكون التركماني بأن مثل ما تفضلت بكون نازي شغول ومخلص العراق عليكم أن تتحركوا لا تضيعون الفرصة تمام تروحون للإطار أستاذ محمد أكو استعداد استاذ سعد نعم تم اللجوء واللقاء مع قادة الكتل السياسية في الإطار التنسيقي قبل تكليف السيد محمد الشيح السوداني وبعده التقنا بالسيد عمار الحكيم التقنا بالقادة الممثلي عصاب أهل الحق وبالسيد حيدر العبادي وبحزب الدعوة دولة القانون تم اللقاء حتى في التيار الصدري قبل تكليف السيد محمد الشيح السوداني التقنا بكل قادة الكتل السياسية سواء التيار الصدري أو في إطار التنسيقي الكل وعدونا بضرورة تمثيل المكون التركماني في الكابينة الوزارية وآخرة سيد محمد الشيعة السوداني بلغنا عدة مرات بأنه سيكون المكون التركماني ممثل في الكابينة الوزارية هذه نقطة ثانية اليوم نحن في قائمتنا إذا يردون إحنا ما نريد ندخل بهذه المسميات شوف إحنا جبت تركماني العراقية مشروع تمثيل المكون التركماني في العراق الواحد الموحد عندنا سنة وعندنا شيعة نحن ما يفرق عندنا لحد يعني يساومنا على هذه المسألة أنه إذا أعطيه شيعي أو أعطيه سني يعارض الآخر هذا الأمر مرفوض عندنا وموجود أسماء من كل الطرفين موجود داخل القائمة ممكن أن يطلب من عندنا ونحن نرشع أسماء لكن استبعاد المكون وعدم اللقاء مع قائمة جبت تركماني العراق الموحد وعدم الاستماع إلى التركمان أمر مرفوض ويعطي مع الأسف الملاحظات استاذ محمد كبيرة بأن التركمان مستمعين وممشين في هذا البلد تمام هسا اللي يسمع يعني اللي يفهم من كلامك أنه ما لكم ولا وزارة لا نقاط لا حسن نقاطكم ولا وزارة لحد هذه اللحظة ماكو شي رسمي ماكو لهذا احنا نحذر قادة الكتل السياسية من استبعاد المكون التركماني يعني شو راح نسألون عبر شاشتكم الكريمة استاذ محمد عزيزي شو يخيريني كل الأمور الدستورية والقانونية شو تسألون من المظاهرات من الاعتصامات كل شي وارد حسب الدستور العراقي حسب القانون نحن يعني وصلنا إلى حد استاذ احمد ما ممكن تهميش المكون التركماني نعم استاذ سعد ذكرنا اسماء هذه الاسماء كلها محترمة كلها تمثل المكون التركماني لكن بكل كابينة وبكل تشكيلة حكومة في العراق ما على الأسف وكأننا تمام يعني نتوسل لهم لكي يتم إعطائنا ممثل للمكون التركماني هذا الأمر أمر خطيق أمر تهميش مكون أهم مكونات الشعب العراقي حتى في بياننا نحن قلناه بكل صراحة حتى سنلجأ إلى الأمم المتحدة هذه المرة تمام أستاذ سعد تتوقع إذا تم يعني استمر الضغط والحرج يعتذر السوداني لا ما يعتذر لا لا ما يكو ضغط بهالحد اللي يجعل السيد السوداني يعتذر هو تكمل تقريبا يعني الكوتة الخمسين زائد واحد عتقصة ستين بالمية كمالها ويمكن خميس يعلنها خمين سعر يمكن أهلا أقوليه وإذا ما عليك شو اللي راح يأجل هالجلسة يتوقع إذا تأجلت عندنا مشكلة الدفاع عندنا مشكلة وزارة المالية عندنا مشكلة الكهرباء صحة صحة هذه اللي هي المشكلة حالية بالإضافة إلى مشكلة الأخوة السنة بعد عندهم خلافات قضي وزارة التخطيط ووزارة الدفاع بعدهم ما متفقين مية بالمية بعدهم يعني يكون أكون لقاشات الظاهر من يتفقون أنا كل باحث سمعت أنه تفقوا باحث بالليل بعد يشو يوم الصباح قالوا لا ما بالتفقين فإذا يتفقون تنتهي المشكلة تنتهي ما يكون ضغوطات لأنه كل جهة مكلفة بجهتها القائمة تقدم السيد المرشح وهو يختار من المسما للشيعة حكومتها مطولة عمر الحكومة طول نعم حكومة مو سنة ونص لا 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 الـ 24 نهاية الدورة التشريعية نقدر نقول نهاية الدورة التشريعية سنتاجك إن شاء الله نعم محمد السوداني الرجل أولا يعني هو كفاءة سياسي وعنده قدرة إدارية جيدة جدا وعنده خبرة ويعلم خفايا الأمور وعنده ظهر قوي صار ظهر البرلماني قوي جدا راح يقدر يقدم ما يقدمه يعني ويستطيع أن يحاسب الوزراء السيئين ولغرض محاسبتهم يعني تقديم البرلمان لمحاسبتهم يعني أنا متفاعل تقريبا بي تمام تحديات السوداني تتوقع السلاح المنفلت ولا الرقابة الصدرية الشعبية الرقابة الرقابة الشعبية الصدرية تقلق السوداني ولا لا بصراحة نعم لا بصراحة إذا تمكن من تقديم الخدمات وتمكن من إنجاح مشروع الإسكان الوطني وخلق فرص عمل للشباب ومكافحة الفساد أو على أقل تقدير إيقاف الفساد إيجاد آليات لإيقاف الفساد كل هذه الأمور اللي هي ضمن مشروع الإصلاح يعني ما تختلف مع السيد سماحة السيد كل هذه تدخل في نفس مشروع الإصلاح أعتقد راح تكون الأمور يعني الإصلاحين يقول لك عنا شا ريد ريد الشباب يشتغلون ريد مكافحة فساد ريد الدولة تقدم خدمات ها نريد أريد سلاح المنفلت أيضا يعني طبعا سلاح المنفلت إذا هاي كلها تكملت ماهوك سلاح المنفلت ترى في بريطانيا من صار الصلح بين وإيرلندا الشمالية صار قرار جمعة السعيدة أنه صار أنه الجيش الجمهوري السري يقدم يعني يقدم سلاحه وراسبوعين ثلاثة ما تقدموا سلاحهم ما صارت أي مشاكل ورا سنة سنتيا قاموا من السلاح قال ما احتاجنا لا نتاجنا ولا الجهة الأخرى طالبت به وانتهي السلاح خاص بال 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 مدافع الموجود بيها فالسلاح المنفلت هو مقلق من كل وضع الاقتصادي والسياسي مقلق من أبرز التحدي باعتقادك سلاح الخدمات الخدمات صحة وكهرباء يعني صحة وكهرباء وخدمات وطبعا هاي من رح ينطهي الذن صحة وكهرباء ما عرف وعنده عنده فكرة ظهره واك عنده فكرة وطبعا فرص العمل يعني إذا نجح في الاستثمار في يعني تقليل مشاكل الاستثمار واجلب الشركات الكبيرة والأمريكان وعدونا ساعدة وعدو كذا رح سيتعاون جيد إذا جوي الشركات وجوي الشركات الكبرى والاستثمار الكبير رح تنخلق فرص عمل إذا خلقت فرص عمل يعني يعني شركات الأمريكية ما تعاونت إلى الكاظمي اللي هو يعتبرون مدللهم لا أنا مهمة مهس يلا يجون مهمة يعني قلبوا عليه وراء سنة بالضبط على الكاظمي أقل من سنة ليه أجل قلبوا عليه مراكز دراسات قلبت عليه هو كان إلى مهمة معينة وما نفذها مهمة أمنية أمنية نعم ما نفذها ما قدر ينفذها ما قدر ينفذها ولا قلوا لا ما قدر ينفذها راد يحاول هو صار حارة تحرق في شاعر فلسطين شاعر صالح بالبعيثة أي رد الفعل كان قوي جدا فتراجع الأمريكان قال المراكز الدراسات بدأت تكتب عليه أنا أراقبها مراكز الدراسات تريد كلمة إنجليزية فأراقبها للمراكز الدراسات فقلبوا عليه رأس انقلبوا عليه ما قدر يعني تقريبا أقل من شهر بدأت تكتب لعد السوداني راح يسوي هاي التحركات في فلسطين وبالبعيثة لا لا ما يسوي ما يحتاج لأن هي راح يصيس سيطرة عليها شلون جني أكو بالموضوع لا 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 انتمثيرهم ما ينثارهم يعني أكو بشكلة كانت في زمن السيد الكاظبي و الأمور و أثارهم نعم بس قائد عام طبعا قائد عام اي قائد عام مو من حقي أني أتحرك على الجهات اللي أشوف طبعا بالتأكيد من حقي آه طبعا وبالتالي الأمريكان قالوا له أنت بعد مو قوي مو قوي مو قوي بس هذا الاستقبال العربي و الفرنسي يا حقيقة أستاذ سعد هذا لا هو نجح هو نجح حقيقة هو نجح في الملف الخارجي ملف العلاقات الدولية هو نجح به و كان يعني المقدمة كان جيدة هو بنى عليها و بنى عليها بشكل جيد جدا العلاقات الإيرانية السعودية سوريا لبنان مصر أردن السعودية أنت تقول لي عفوا كل أنت جنابك مطلع على الأبحاث الأمريكية بالتفصيلات اللي تعرفها عدى ذلك عدى خلينا نأخذك بالمساحة الإيرانية هم نقلبوه عليها؟ الإيرانيين؟ على الكاظمين؟ العرضة و عليها؟ لا لا قلبوه هم قلبوه عليها؟ نعم هم الطعمة هم و منفذها شنو؟ لا 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 بعد قضية السليماني بعد قضية السليماني هي أثارت حفيظاتهم طبعا و هم ما سوى شيء باعتقادهم و بالزال أي كان يتوقعون أنه راح يسوي شيء تمام أنا جدا نشكر أكستاذ سعد المطالبين أورثنا في هذا الحوار من زمان ما طالعوا يانا نكرر إن شاء الله اللقاء شكرا أستاذ محمد سمعان لمتحدث رسمي باسم الجبهة التركمانية نورتنا من هناك شكرا لكم سادتي ألا فاضل إلى اللقاء شكرا جزيلا أستاذ ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا أستاذ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة